اشتركوا في القناة وأضاف معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد خلال إجاز إعلامي على هامش الزيارة التاريخية لقداسة البابا فرانسيس لمملكة البحرين أن جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وبحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تفضل بإلقاء كلمته السامية التي عاكست مدى ترحيب مملكة البحرين واعتزازها وتقديرها لما كانت قداسة بابا الفاتيكان ودوره العالمي الكبير في التقريب بين الشعوب ليؤكد جلالته على أهمية العمل المشترك والمنسجب في معالجة أي مشكلات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية من منظور إنساني جامع يضع في اعتباره حفظ المصالح العالمية وخير الإنسان واستقرار البشرية وخلال المؤتمر أشار مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية إلى أن قداسة بابا الفاتيكان وخلال كلمته أكد على عظيم الدور الذي يقوم به جلالة الملك المعظم في ترسيخ مبادئ التعايش الإنساني مبينا حجم المكانة الكبيرة التي تحظى بها مملكة البحرين في قلب قداسته ودورها العالمي المشهود في احتضان مختلف الأديان والثقافات والحضارات على مر الأصور وأشاد مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية خلال إجازه الإعلامي بملتقى البحرين للحوار الذي عقد برعاية جلالة الملك المعظم الذي تفضل بإلقاء كلمة عظيمة الدلالات وسامية المضامين في الجلسة الختامية لهذا الملتقى العالمي المهم وأشار مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية إلى القداس الخاص الذي أحياه قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان في كاتدرائية سيدة العرب والقداس الذي حضره عشرات الألوف من الأخوة المسيحيين من البحرين والمنطقة في استاد البحرين الوطني واستطرد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد بقوله أن الزيارة التاريخية لقداسة البابا لمملكة البحرين لا تؤكد مدى التقدير الرفيع لدور ومكانة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله برعاه في نشر وترسيخ قيم التعايش والسلام وإنجاز المبادرات الدولية الرائدة لتحقيق التقارب والتفاهم المشترك بين الدول والمجتمعات كان من أهمها إعلان مملكة البحرين الذي يعكس رؤية وفكرة جلالته حفظه الله للتعايش الإنساني وتعد وثيقة مرجعية مهمة تدعو لرفض التمييز الديني وتدين العنف والتحريض وأضف معالي أن قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان اطلع خلال زيارته الميمونة على تجربة مملكة البحرين الرائدة ونموذجها الملهم في التآخي الإنساني وتعرف عن قرب ولمس ما يسود بين أبناء المجتمع البحريني من محبة وأخوة وسلام وفي نهاية إيجازه الإعلامي أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم وبدعم من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ستبقى دوما أرض السلام وملتقى الديانات والأعراق والثقافات ونموذجا يحتذى به عالميا في التعايش الإنساني وتتطلع لأن تستقر المنطقة وأن تجسد في مجتمعاتها ما عاشته وتعيشه مملكة البحرين من تعايش وحوار وانفتاح ونظرة مستقبلية واحدة كما تابعنا باهتمام شديد وتقدير كبير ملتقى البحرين للحوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني الذي عقد برعاية سامية من جلالة الملك المعظم حفظه الله الذي تفضل بإلقاء كلمة عظيمة الدلالات وسامية المضامين في الجلسة الختامية لهذا الملتقى الهام وخلال الجلسة الختامية للملتقى ألقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف خطابا مهما أبرز فيه رؤية أهل المنطقة تجاه الجوار الأقرب والجوار الأبعد وبرهن فيه على توافق الرؤى في تعزيز سبل الحوار العالمي والعزم المشترك على نشر التفاهم وإعلاء كلمة الحق كما ألقى قداسة البابا فرانسس بابا الفاتيكان خطابا أكد فيه على الأهمية الكبيرة لهذه الملتقيات الحوارية المثمرة وعلى أهمية التعاون المشترك في نشر التعايش والتسامح بين الأمم والشعوب ولقد تابعنا أيضا بكل الامتنان ما شهده هذا التجمع العالمي من نقاشات مثمرة وأطروحات ومقترحات نوعية ومهمة في مواجهة مختلف تحديات العصر وقضاياه من قبل نخبة من القيادات الدينية وأصحاب الفكر وأهل الاختصاص وما خرج به من نتائج ومخرجات قيمة وتوصيات مستنيرة تم رفعها لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ولقداسة البابا فرانسس بابا الفاتيكان وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ومن أهمها الإعلان عن جائزة الملك حمد الدولية للحوار والتعايش السلمي وهي توصيات تمثل منجزات مهمة سيكون لها عظيم الأثر في إثراء الحوار البناء بين مختلف الأديان وترسيخ قيم السماحة والاحترام المتبادل وتعزيز العيش المشترك بين دولنا وشعوبها الساد الحضور إن انعقاد هذا الملتقى وما حظي به من اهتمام عالمي وما تحقق له من نجاح كبير ليبرهنوا على ما للمملكة من مكانة متقدمة على خريطة الحوار العالمي بين الأديان ويمثلوا دفعة مهمة لجهود الخير والسلام والتقارب بين كل البشر ومرجع لتعزيز التسامح بين الأمم وتقوية مسيرة الأخوة الإنسانية بدعم سبل التفاهم بين أهل الأديان والمعتقدات وإرساء الوحدة والتوافق محل الفرقة والخلاف كما عقد مجلس حكماء المسلمين اجتماعه السادس عشر في مسجد قصر الصخير برئاسة قداسة البابا فرانسس بابا الفاتيكان وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين وذلك تزامنا مع الزيارة الرسمية التاريخية لقداسة بابا الفاتيكان وبحضور نيافة الأساقف المرافقين والمشاركين في ملتقى الأديان من رجال الكنيسة وتواع علمائها وحمل الاجتماع عنوان الحوار بين الأديان وتحديات القرن العشرين ترجمة نانسي قنقر